بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تبعث الفيديو لكل صحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه بنبزل مجهود جبار يا جماعة و بنحل أكتر من كتاب و بنشرح بأبسط وأفضل شرح ممكن تشوفه على نت لو تعرف حد في أولى أو تانية أو تالتة سنوي أو أولى أو تانية أو تالتة عدادي لازم تبعث له القناة بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر صلى وعصول الله عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعصول الله نهارده شباب نهارده بناتنا نحل مع بعض تديبات جزم الفعل المضارع من كتاب المتحان السنوية العامة تانية السنوية يعني دفاعنا الأمور الجميلة عشرين تلاتة وعشرين ميز نوع اللام فيما فوق الخط قال تعالى لينفق زو ساعة من ساعة ده اللام بتجي في الأول دي وبتكون مكسورة بتؤمر بها حد يعني لتأكل لتشرب لتلعب لينفق دي اسمها لام ايه يا جماعة؟ لام الأمر فطبعا اللام دي اسمها لام الأمر طبعا لام الأمر بتجزم الفعل المضارع أنفقه ليه؟ لتناله الخير عشان تناله الخير قلت ركب كده لام التعليل بتساوي كمية عشان قلت ركب كمية عشان تناله الخير لام دي اسمها لام ايه لام التعليل طبعا بتنسوا بفعل مضارع فليعلم طبعا دي اسمها لام الأمر زي ما اتفقنا لو ليعلم ليأكل ليشرب فليعلم كل مصري اسمها لام دي اسمها لام ايه لام الأمر حد النوع لا فيما فوق الخط واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا تفرقوا لا تأكلوا لا تشربوا لا تلعبوا اللام دي اسم أملام ناهاية لا الناهاية بتنهي الشخص ما تعملش الحاجة دي اسم ألاها ناهاية قال الشاعر لا تسأل الناس عن مالي وكثرته وسائل الناس عن حزمي وعن خلقري لا تسأل لا تأكل لا تشرب اللام دي اسم أملام ايه برضو يا جماعة هي هي بأن innovation إنما هنا بقول لك المؤمن لا ييأس أنا بفهمك إن المؤمن هذا المؤمن ليس ييأس هنا مش بقمرك بحاجة لا أنا بقع فهمك المؤمن؟ مش بيأس غير على قدرها يعني فهنا دي لا يا جماعة دي لا نافية مش بتعمل حاجة حتى بصوا يكلف المضارع مرفوعة حتى هي بالضمة دي مش معنا خلص إنما هنا يا جماعة فلينفق فليأكل فليشرب اللام دي اسمها اللام إيه اللام الأمر اللام الأمر طبعا بتجزم الفعل المضارع أترون كيف يحاول ومتسابق أن يحطم الرقم القياسي في العدو ولكنه لما يصل لم ولما من أدوات الجزم يصل لفعل المضارع مجزوم لم تستطع قوى الظلام أن تروج الأفكارها بأرقسة التي تفسد ولا تصلح لم ولما تستطع لفعل المضارع مجزوم ما هي زعمة العرب الأصلية من الفرعية قال يا ابني لا تقصص طبعا دي لا جازمة يبقى تقصص لانهي يعني بتجزم يبقى تقصص لفعل المضارع مجزوم وعليما الجزم هي جزم السكون عادي تمام هنا حزفنا يا جماعة حزفنا النون أصل جملة يا كيدون حزفنا النون يبقى حزف النون ده ده اسمه يا جماعة ده علامة فرعية إنما السكون ده علامة أصلية كلنا عارفنا يبقى الأولى أصلية إنما التانية فرعية ومن تكن العلياء وهمته نفسية فكل الذي يلقاه فيها محببه كلمة تكن ده فعل المضارع مجزوم عام جزمه السكون عادي جدا على النون نحط السكون فكل الذي يلقاه فيها محببه لو بصية كلمة يلقى يا جماعة فكل الذي يلقاه ده فعل مضارع مرفوعة كلمة يلقى تكتب كده يلقى ممكن تكتب كده يعني أو كده فعل ايه يا جماعة فعل مضارع حينما مرفوع طبعا أنا مترافق إيه أنا مترافق الضمة المقدرة طب ليه مقدرة يا محمد مقدرة شان الألف يا جماعة زي ما قلنا العلامات عليها بتبقى مقدرة طب الضمة ده أصلية ولا فرعية ركز ما هي الضمة أصلية على طول يبقى طبعا كلتا هما أصلية السكون أصلية والضمة برضو أصلية متى تسموا بأنفسكم عن الصغائر يعلوا قدركوا طبعا تسموا أصلها تسمون حزفنا إيه عام الحج حزفنا النون يبقى دي علامة فرعية يعلوا قدركوا أصلها يعلوا قدركوا حزفنا حرف العلة حزف النون وحزف حرف علة 2-2 قطة فرعيتين فالإجابة الصح كلتا هما فرعيتان أعلم بالأفعال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جراه لا يؤذي هنا بتعمل إيه عام الحج لا تأكل طعامك لا تؤذي جارك يبقى اللي اسمه لا إيه عما لا يبقى يؤذي تفايلة مضالع مجزوم وعلم الجزم ويعلم الجزم وحزف حرف العلة طب ليه حزف حرف العلة أصلها يؤذي بالشكل ده يؤذي أنت حزفت ديه أصلا ديس محزف حرف العل قال الشعر خليلي يعني صاحبايا أن تقصداني تقصد أخا غير ما يرضيكما لا يحاول ركز معي تقصداني هنا ده فعل مضارع مجزوم ليه عشان بعد أن أنه تمام عدوات الجزم تمام حلم الجزم وإيه بقى ركز معي وصلى على النبي عيسى الصنا أصل الجملة تقصدان تقصدان هذا الفعل مشبار لا مشبار تأكلان تشربان تلعبان تقصدان تمام بعدها يريد أن أقع ياء المتكلم صحية؟ أه ياء المتكلم قبل أن تضعها في قاعة colors جد yes نضع حاجة اسمها نون الوقاية parabason قبل ياء المتكلم نضع حاجة اسمها نون الوقاية فأصل الجملة تقصدان ني تقصداني يعني أصل أصل الجملة تقصداني ماشي? ده اصل ايه? اصل جملة. طيب. الدولة الدفاع المضالة مجزوم صح? عنا مجزمه ايه? عنا مجزمه مفوض حزف النون. عشان ده فعل مقفعال الخمسة. قلنا فعل الخمسة كل فعل المضالة تصل به الف الاسنين. اهي الف الاسنين موجودة اهي. يبقى نحزف ايه? نحزف النون الاولينية دي. فهتتبقى يا جماعة تتبقى النون التانية اللي هي نون الوقاية زي ما اتفقنا ومعها هي المتكلم طبعا. فتبقى ايه يا جماعة تبقى? خلي لي انا تقصداني. لكن اصل الجملة تقصداني. ده اصلها يا جماعة. يبراكز معي. هي صعبة شوية بس يعني ايه? ملحوظة جميلة جدا. اي انسان تصاحبوه تؤسف فيكم اخلاقكم. نفس الكلام اي واعنا. نفس اللي فاتت بذبت. تصاحبوه. اصل الجملة تصاحبون. تصاحبون عادي. بعدها الهاء. الهاء دي اللي هي هاء الغيبة ضمين. بقى بني يحل جر مضاف إليه. تمام? فهنا يا جماعة كيمة تصاحبون دفع لمضارع مرفوع مضافه ثبوت النون عادي جدا. لكن اي دي مدوعة الجزم زي ما اتفقنا. فهنحزف ايه? نحزف النون. فبقيت ايه? بقيت تصاحبوه. زي ما انت شفتك ايه? حزفنا النون. بقيت تصاحبوه. فطبعا ايجابة الصحة دفع المضارع مجزون بحزف ايه? حزف النون. بعدها بيقول لك حدد اجزاء كل اسدوب شرط. اداة الشرط وفعل الشرط وجب الشرط. ما تنفقوا انفسكم من خير وتجدوا عند الله. طبعا ما دي اداة الشرط. تقدموا دفعا الشرط. طبعا تقدموا لانفسكم من خير. النتيجة تجدوها عند الله. هتلاقوا عند ربك. يا ما وتقدموا وتجدوه. يبقى اللي جابة الصحة تبقى ايه? تبقى جيمة. قرشار وانما الامم والاخلاق ما بقيت. فان تولت مضوا في اسرها قدمة. فان تولت مضوا. يبقى نختار يا جماعة نختار اه فين? اه دائل. انا تجد مسكينا فأطعمه. انا اداة الشرط. تجد دفعا الشرط. اي نتيجة بقى لما تلاقي مسكين هتعمله هتطعمه. يبقى انا تجد فأطعمه. قال صلى الله عليه وسلم حيثما. عايزين ايه اصلا اختار الدلالة الصحيحة? اه. حيثما تتجد الصلاة فاصلي. طبعا حيثما تفيد المكان يعني ايا ما كنت يعني. طبعا حيثما تفيد المكان. من بنستخدمها دائما للعقل يا من للعقل? اي بنستخدمها يا جماعة لكل حاجة. على حسن تتكلم عن ايه. اي مال? المال ده حاجة عاقلة ولا غير عاقلة? غير عاقلة. يبقى نستخدمها لغير العقل. ايانة. ايانة تدل على الزمان على طول. ايانة وكأنها متى? يبقى ايانة? هنقول اي يا جماعة تدل على الزمان. ابل اقول الفراغ بما ينسبه. نقطة حديقة تزورها تستمتع بازهرها. طبعا الجملة بسيطة. اي حديقة تزورها تستمتع بازهرها. طريقة ما قلناشا يا محمد اي حاجة تانية من الحاجات دي. اقول لك ليه? عشان تزورها. تزورها ده فعلا مضارع مجزوم. هي اصلها يا جماعة. اصلها تزورها. كلمة تزور. فعلا مضارع مجزوم. على ما تجازمه السكون. على الرحة تحط السكون كده. والواو اصلا ساكنة. ده اسمه التقاء ساكنين. في اللغة عربية نفعش يقفيل تقاء ساكنين. هنحزف الواو لازم. فتبقى ايه تبقى تزورها. ده فعلا مضارع مجزوم. على ما تجازمه السكون زي ما انتشاق. فيما ده مجزوم يحط اداة جازمة. شكاعة هنا اي. انما خلي بالك اذا ولو ما. يعني اذا ولو. دي كلها اصل من ادوات اي يا جماعة? من ادوات غير الجازمة. ماشي. نقطة يأتي فاصل الصيف تكسر الفاكهة. اذا يأتي لا اذا دي مش بتجزم. ده فعلا مضارع مجزوم. هو ما ينفعش. وكلما بيجي عليها ماضي ما ينفعش. يعني كلما زاكرة اجتهدها مسلا. طب لو لو يا جماعة بيجي معها اه لو ما صلتك سيناء محمد. فعل آآ آآ مضارع مرفوع عادي. مش مجزوم. مش بتجزم اصلا. انما ماتها من ادوات الجازمة عادي. فاقول متى يأتي? نقطة احترمت مشها الأخرين احترمك الآخرون. لو بصونا جماعة هنا احترمت. هذا فعل ماضي عادي. يبقى لا مش عايزين حاجة مجزومة خالص. ده عايزين فعل ماضي عادي. لا مش اقول من احترمت. فيه حاجة يسمى من احترمت. من دي بتكلم عن شخص عاقل. اي بيجا لها اسم. ما يفعلش فعل. لو لدي برضو بعيدة خالص. دي جابة الصحيح ما تبقى اذا احترمت بوشارك الاخرين. اللي هيحصل احترمك الاخرون. قرروا دقية شرط جازمة. طبعا سهل جدا السؤال ده. هنقول حيثمة تتعاونوا. هلحز في النون طبعا. ده فعلي مضارع مجزوم. هاسف النون. يسمو وطنكم. هتبقى ايا جماعة هتبقى يسمو بالشكل ده. ليه? هزفنا حرف العلة. فعلي مضارع مجزوم. هلحز في حرف العلة. يبقى الجابة الصحيح. يستقيم الفرد يعلو شأن الجماعة. هتبقى ايانا يستقم الفرد. طب ليه يستقم مركز معي. هي اصلها يستقيم. عادي جدا. هزف هذه مضارع مجزوم. صح ولا? مجزوم على جزم السكون. يبقى الميم عليها سكون. وقابلها يه. واليه دي اصلا ساكنة. ده اسمو ملتقاء ساكنين زي ما انت فانا فنحزف اليه. فتبقى يستقم. يبقى يانا يستقم الفرد يعلو شأن الجماعة. هزفنا طبعا حرف العلة. فالإجابة الصحة تبقى ايه? إجابة الصحة تبقى تال. ترضى بما قسم لك تكن اغلى الناس. نفس الكلام يتبقى ان ترضى بما قسم لك تكن اغلى الناس. لأخير منها تكن مش تكون زي ما اتفقنا زي اللي عملناها من شوية هنا في يستقيم. هنحزف برضو ايه يا جماعة? هنحزف الواو اللي هي كانت التقاء الساكنين. عشرة. اجعل فعل الشرط والجواب مضارعين. من استفاد جود السابقين نال ما تصبوا اليه نفسه. هتقى من يستفد نفس الكلام برضو من يستفد بجود السابقين ينال. هي اصلها ينال برضو. هي برضو قصدها ينال. وحطينا سكون على اللام. لكن الالف اللي قبلها عليها برضو سكون. اسمه التقاء الساكنين فما ينفعش. هنحزفها. فتبقى ينال بالشكلة. فالجواب الصحة تبقى ايها من الحاجة. ايها بصحة تبقى جيمة. هنخلي من شرطية. فقول لك يرتاح فؤاده وتانى نفسه من يرضى بالقضاء والقدر. هتقى من يرضى بالقضاء والقدر ترتح نفسه وتانى وفؤاده. يا من يرضى. هنحزف حرف العيلة طبعا متاع يرضى جمعا. ونصف بعديه ونصف بعديه. طبعا يرتاح هتبقى يرتاح ليه هي اصلها يرتاح. هنحط سكون على الحا. والالف المساعدة سكون زي ما اتفقنا. ده ملتقاء ساكنينة فتبقى يرتاح. هنحزف طبعا حرف العيلة. يبقى الجواب الصحة تبقى دقل. خاطب المفرد المؤنسة. بنت يعني. هتقول ان ايه يا جماعة. طبعا مش قولوا تسعين. تسعين ده. انت سايب النون ليه? لأ هنحزف النون قلنا. وانا فعل من فال خمسة فهنجزمه مجزوم الجزمه حاسف النون. يبقى انه تسعي في قضاء حواجل الناس تشعوري نفس الكلام بالساعدة. حزفنا النون. اخر حاجة صوب من احتوى خطة جماعة. لو لم يكن للوطن العزيز شوكته لا تجرق ليه اعداده. لو لم يكن يكن ده فعل ايه فعل مضالح. مجزوم مع الجزمه السكون. طبعا كان بيجمعها اسمها وخبرها. لو بصينا يا جماعة للوطن العزيز ده شبه جملة اللام حرف جر وطن اسم مجرور ده شبه جملة. والشبه جملة ما بيكونش المبتدأ او بيكونش اسم كانة لا بيكون الخبر. فده هيكون خبر كانة. طب فين اسمها هيكون كمة شوكته. يبدأ اسم ايه اسم كانة? طب اسم كانة بيكون مرفوع ولا منصوب? بيكون مرفوعة. يبقى شوكة هتبقى ايه جماعة تبقى الشوكته والتيح عليها ضمة. تمام? لا تجرقت اسمها لام ايه? لام الجحود. عشان قابلها كيانة منفية. يبقى لا تجرقة نسمى بالشكل ده. يقلف عليها فتحة. لا تجرق عليها هتجرق عليه الاعداء. فاعداء هنا اعرابها فاعل مرفوع. يبقى اعداء بالشكل ده. قلنا يا جماعة الحمزة المتوسطة ده مرفوع ونسمها بالعلواء. يبقى لجابة الصحة تبقى امين يا جماعة. تبقى جيمة. وبكده اكون خلاصة حيات النهاردة وبإذن الله في حلقة جاية نكمل بقية التدبات. سبحانك الله وحمدك. نشفد الله الاله الا انت. نستغفرك يا توب عليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وبركاته.